أبدأ معك سيادة اللواء من الخرطوم يعني اتفاق السلام في السودان يقترب من عامه الأول ماذا تحقق؟ مساء الخير مرحبا بك ومرحبا بضيوفك الكرام وتحية للسادة المشاهدين حقيقة اتفاق السلام بقع وكان فيه بعض الأخطاء وفي تعخذات لم يتم الإنفابية لذلك عندما جاء التطبيق ظهرت هذه الأخطاء ظهرت بعض التفاصيل منها عدم تحديد الاحتياجات المالية بدقة الآن اتفاق السلام يحتاج إلى 11 مليار دولار منها 7 مليار دولار للمنطقتين للتنمية و4 مليار لاتفاق الترتيبات الأمنية لذلك عندما حاول الأطراف الموقعة والحكومة إنفاز فقط برتكولة الترتيبات الأمنية فوجئوا بتفاصيل كثيرة وعوايغ مالية وإدارية لذلك إلى الآن لم تصهر على الأرض أي بشريات لاتفاق السلام سوى تغلط السياسيين والنخب في الحركات لمناصب دستورية لا اسمح ليسياد تلواء هذه النقطة مهمة في البداية تقريبا مرة عام ماذا تحقق من بنود الاتفاق بعد مرور العام الآن تحقق فقط برتكول اختسام السلطة بغية البرتكولات الستة لم يتم تنفيذ أي برتكول خاصة مسألة الحواكير وترتيبات الأمنية والتعويضات والنازحين كل هذه البرتكولات لم تنفذت لأنها تحتاج إلى المال وأيضا تحتاج إلى إرادة سياسية وتنازلات من الطرفين الطرف الحكومي والحركات الموقعة على السلام هذه الأمور إذا لم يتم ضبطها داخليا العالم لن يتحمل هذه المسؤولية ولنا تجربة في نفاشة الأصدقاء والرعاة الاتفاق السلام لم يوفوا بالتزاماتهم وأصبحت هناك مشاكل تم تأجيلها تسمى قضايا مع بعض الانفصال لازمنا نعاني منها حتى اليوم لذلك في هذا الاتفاق إذا لم يتم إنقاذ هذا الاتفاق غد يتعرض للانهيار وأهم برتكول هو برتكول الترتيبات الأمنية لأنه يعمل على إحلال السلام جمع السلاح محاولة إرجاع المقاتلين إلى غراهم إلى طبيعة أعمالهم السابقة التي تصف في الاقتصاد السوداني غير ذلك غد يحدث انهيار وتعود الحروب مرة أخرى ولنا الآن في الأمس تجربة مريرة في ولاية الخرطوم بإطلاق النار من هذه الحركات مع قوات الأمن عندما حاولوا إجلائهم من مواقع حساسة قريبة من السكان داخل العاصمة ولكن هذا الأمر يعني أن هناك خلل في مسألة تحديد أماكن للتجميع تحديد أماكن للتدريب تحديد أعداد من هذه الحركات تحديد أماكن للتجميع